اشتركوا في القناة 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 جديدة امين ساكنت الماكن وانا شديدت الدري باساس بان اخرج الام انتي ما نويتش عشر سنين لا ما نويتش عشر سنين وما كنتش بان انا عارفة اذا نقلت عستة شهر او وقع عام وتخرج للدري يعني بقيت انت سنلتها وصلت عامين بعد عامين فجزر الاخ ديالي دارلي محامي من مدينة خري بقيت يسكن فجزر المحامي في جديدة قطعوا ليها عشرة سنوات يعني عشرة سنوات انا ما غنقدرش بانا شدك الدري قاعدت مسني اللي بقية ضربة منها عامين ما غنقدرش دري خاصه وقرأ خاصه بزاف ساعة الحويج عامين بانا انا غلفتوا ايه من طبيعة حال ولفتوا اولا لكني ما عنديش الجهد لي ماشي الولفوا بكلش قرأي بزاف ساعة الحويج وانا ضروف صعيبة ما عنديش باش نقري يعني اللي بالفلوس يا باسميتو ما عنديش باش نركس وانا نعديش باش نكسي تيعته غر النصر المحسينين واليوم انا تنطالب من الدري في راس بانا انا يدري تاولت الخير بانا انا تكفل بي المخسل يتكفل بي وهذا الدري في راس بعديتو انا قلت لكو دار ليها الاخ ديالي محامي ودار لي اسميتو شديتو اليوم وده اليوم ودفت قطعوا لي عشر سنين ما قديش باش نقش يدع واليوم تنطالب بحال دار ليه ودوره في صعيبة والزوج ديالي داخل بمارد عقلي السبيطار تعال جرده الخريبة مدينة خريبة اه انا دبا ما عنديش كيفش ندر للدري والي سيقولي انا راني شكويش تايع وليس يقولك انا غادي ندبحون ديعلي انا غانفعل انا غانفعل انا غانفعل انا غانف انا غانف خايفة والي تيكتشوفين اسكين راجلك ليحتوى مريد يعني خاسني انا نكون غير براسي وعدي هاد دري خفتوش اغدوه اغدوه ود المخزن توقع عليش حاجة مسؤولية صعيبة اه دبا ما عنده والاورقة التحاجة التداليل باننا هادا فيراس باننا نشكون هقوا وسمي سولة اسمي سولة ما سنعرفش بحال ام دياله راني بعتوصلت بالدري فيراس وقيت انطيحون موضو اسمي سمينا جميل ام دري خفتوش لا انا هاد الوش انا هاد الوش انا هاد الوش انا هاد الوش انا نحن دياله واسمتوا ما انا ندخل بصفة عامة انا نقع بشي يزوره واسميتوا ما انا ندخل ليس الدخل خلاص ولكن هاد دخله خطر واحدين انا لا ادي تدالي ودبطا طالبنا من هذا الدري حكومة تدير خدمته لأنك يقلت لك من زوجة والتي أقول لك إن قالت لك إذا قلت لك ونقل لك منظروح لي أنت في خاطئ لك في خاطئ لك أنا أحالياً أحياناً أدر في كبيرة وصغير عدو تسنين خصين يتحقق من أولاد الناس قلت لي اشي مره دبيح لخروفه ولا اه دبيح للحاولية مع الحدى اشعة الليل قلنا لما دبيحت واش غادي نقل جوان ناكل بحالكك خضرة وفي الاخر شده دبيحها وش هنقول ليلة الله محمد رسلو مكان اشي ما فرح لك غنديلي غير فرقة اه حتر راسك قد اموه يقولون لي قرب حالك نجير لي وانا اليوم تن انا خايف على راسي خايف على اولادي خايف علي ساقط وولد الناس بعدان من هنجلها يقول لي ماما ووالفيظي صغير اللي هو سوهيل يقول لي خوفية ولكن ما عندي اشاني اقل مها يعني عميرة مشيش حاجة لي هي ساهلة. عمينو انتي كتسمعي ماما. عمينو عندي تندي الحمام يعني تنبدلي مع ولادي يعني تتياكل مع ولادي تشرب مع ولادي سيناس مع ولادي. ولكن اليوم متليش قادة. لكن اليوم الغلب الله. اليوم متليش قادة. يعني كتسمني يعني نقدر نزور. ما نتخليش علي وخي كبيرا نتاني مشاعدين نشوف. وخي تخرجت لأم ديالك وقعدت في الخير يرى مشاعدين نشوف. يعني عميرا مشي سهلة باش يدهوز معك طيفل صغير وتي عايز عليك ما مرى مشي سهلة باش غادي. ما عندي اش باش نقررين. ما عندي تحاجة انا مادينة جديدة جريت فيها سعية مكالية جمعية ثلاثة حاجة تواحد محليا بها بقعد بسفة عامة. تواحد مش دبيدي انا بتخري ترجع تيد الخريب قا هنا. ترجع الخريب قا هنا. دخلت الزوج ديال كيتعالش. اه. لا الحب. ما يشافيك الزوج ديال. امين الله حبك امين خسي الله حبك. امين خسي الله حبك. امين خسي الله حبك. اذا مشاهدة قناة شوف تيفي هاد السيدة. ما هي الا فاعلة خير. تستحق منها كل تقدير والاحترام. دارة الخير. وما تخطش بهاد الوليد. ظروفها جد صعبة. لا ماديا ولا الظروف اللي كتعيش. الزوج ديالها مريض عقليا. هي برصها بخصصها تعتني بالزوج ديالها. الزوج ديالها بره في مستشفى الحسن الثاني يعني مريض عقليا. الزوج ديالها يهددها هي وليداته يهدد لها حتى هذا الولد. يقول لها غدين قتله. قتلك هذا الولد ادره ولد المخزن كما كتقول. يعني ولد الناس. ماشي ولدي. قتله رجلي فين غن نصدقه احنا في مشاكل اخرى. وتقنيب الضامر انني عرضت الحياة ديالها دولد للخطر. اذا انا مشاهدي قناة شوف تيفي. فراس لام دياله في السجن. تحكم عليها بعشر سنين. دوز عامين. دب دوزت عامين في السجن. ديك عامين اللي دوزت في السجن. هي اللي دوز فراس عند هات السيدة. هات السيدة مكتعرفه مش. ولكن من بعد ما عرفتي انه في راس تكلفت به. الجارة ديال ام دياله. وجاءها الخبار بان واحد الوالد دخلت ممو الحبس. وراها واحد السيدة قتلبيه وراها قتضربه مشا تتزوره. اللي مشا تتزوره قتلقى من عسى في طوالات. درها خاطرها. لقات عينيه زرقها مضروبة. درها خاطرها. لقات شعره من توفرة. وراتلينا يعني احنا عندها ما يفيد. كتكلم بالوضع. بتصاور. الدركي فاش كانت حالتو الدرك كذلكي لسمعوا لي يعني الجهات المسؤولة غادي يحكي ليهم كل شي. تبارك الله تيهضر واحد الوليد ما شاء الله. زوون ومأدبوا ما شاء الله. ونقي الحمد لله نقاتوا هات السيدة اللي ينقيها من دنوب. يعني وليد نقي. هنا هات السيدة كذقول بغيت المسؤولين يدخله. وتكلفو به. ويضعه في الخيرية. حتى تخرج لأم ديالو. وإلا كان هنا في الخيرية في مدين تخريب قلت لكنا نزوره. لأنه عامين وانا كنتسمع ماما. عامين قلت لك وانا كنتسمع كلمة ماما. ما سخيهش به. ما عندها التشيواتي قدر تدخله المدرسة. يتكوش هنقرر ولادي وولد الناس نضيعه. لا. بغيت الجهات المسؤولة تدخله وتعطيه حقه في القرية. يمشي يقرأ. ركت مكي عليه رامو الفاه. ولكن كذقول لك غادي نزو واحد المسؤولية امام الله هنتحسب عليها إلا ضيعته في قريةه. إلا ضيعته في كرشه. هات شي كامل قلت لك أنا ما قديتش عليه. أنا قلت لك لأم ديالو غادي يحكموا عليها بس شهور ثمان شهور وتخرج. نكابر ونشده. وصبرت وشدت وعامين ودرنا لها محامي يعني الأخ ديالا تكلف ودر لها محامي لديك سيدا ما كي يعرفوها ما كدجيهم متى حاجة. ولكن عامين ويشده من بعد من اللي عرفت أنها تحكمها 17 سنين. ما قدرهش. ما قدرهش تكمل. قد قد نضلم هاد الولد. مشي نجي ندير الخير ونصدق ديت الدنوب. ما يمكن ليش نشد هاد الولد وما نقريهش. كي ندير نقريه وانا تشي حد موقف معايا. تشي حد معطاني شي واثقة ديالو. إذا هنا يبقى ولد المخزن كي ما تنقر. يعني يمشي عند الجهات المسؤولة. يجب تدخلي يعني ديال نيابة العامة. والجهات المسؤولة باش انها تحط في مكانه المناسب الان. في المكان المناسب ديالو. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كانت منه وانا كذلك. هنا ما عرفتيش واش عنده الاب ديالو. جداتو. ما عرفتيش هي والديها هي امو. انتي ما حرفتها حال. وهي ما كاز قولش تديوها الامو. الجداتها امها هي. ولا. تايا ماشي بنت مرعب له. تايا ماشي بنت مرعب له. تايا ماشي بنت مرعب له. ديالو. لقد انا لقد اكتش تصلت بيه. تايا مرعب له. تقول لي لا. لأنا كندي لدعوب والدي. بان عارفه في انه وايه. ولكني عارفت عندي. صافي مبقى التخبار. تدسلنا فيها انا باش تعود تعيط عليها. مبقى التخبار الطاطعات. يعني تنمشين للباب تلحبت متى دخني تواحد. اكيد ما غاديش يدخلوك حيث ما عندك شخص ما تدجيها ما تشي حاجة ممكنش قانون هو هاداك اذا هنا مشاهدة قناة شوف تيفي الله يجزيكم باخير بارتجوا هاد المباشير باش في راس يمشي المكان المناسب دياله باش ياخد الحق دياله اه في الاكل في الشرب في النوم في البراثة اه كذلك حتى يعني هاد يوفروا لي حتى الطبيب نفسي اللي يقدر انه يهيئه لانه يقول لك بغيت ماما بغيت نقرأ جوج الحويج اللي تيطلب بغيت ماما وبغيت نقرأ ماما كولدي قدر الله ما شاء فعل اكتب عليها تاخد العقوبة السجنية دياله ولكن القرية قدري الحمد لله باش غادي توفر لك لانك الجيهات المسؤولة عليك لخصة تعطيك الحق ديالك ان شاء الله خصغير وصل لها الموضوع ديالك بإذن الله ويكون دك شي كله قانوني وتكون في المكان المناسب من هاد المنبر كنت منو الجيهات المسؤولة وكنت منو الجمعيات الحقوقية وكنت منو الجمعيات المجتمع المدني يدخلوا على الخط ويأخذوا بيد في رس وهاد السيدة مستعدة انها تدلي بكل دك شي اللي كتعرف في مكينة الام مش المدة السجنية يعني من غادي تدخلوا الجيهات المسؤولة غادي عرفوا كل شي في مكينة الام وهد الإبن هذا اذا بالنسبة لرقم الهاتف اردنا اختيب تليفون باش ندير تذكر بالنسبة الرقم الهاتف اللي بغا يتواصل معهم يعني كما قلت هذا مباشير هام للمسؤولين وكنت منو يوصل للمسؤولين وهم اللي يربطوا لي اتصال بهاد السيدة هادي ويطلبوه ويطلبوه يعني باش غادي يتدخلوا انا نذكركم اخوتي برقم الهاتف ونتمنى انكم تبرتجي و رقم الهاتف 06 10 03 01 74 وعيد 06 10 03 01 74 شكرا لتتبعوكم معنا ببرتجي وخوتي دمتم في رعاية الله الى اللقاء